أهلا بكم في قناة مساء الأخبار وأهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو جديد هنتكلم فيه عن أهم ما يحدث الآن منها انفجار في دولة أوروبية وحوادث طعن في دولة أخرى وأيضا انقلاب قطار في دولة عربية وأكتر من حدثة منها تصعيد خطير بيحصل دلوقتي واستشهادات كتيرة جدا في فلسطين وتعدي واضح من المستوطنين على الفلسطينيين وضرب في الجهتين تعالوا مع بعض نشوف إلي حصل في العالم وأهم الأخبار علشان نكون متابعين أول بأول الأحداث قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ويا ريتنا من لايك وشير للفيديو علشان يوصلكم كل جديد أول خبر معنا وهو متصدر كل وسائل الأنباء وتواصل الاجتماعي خبر انفجار مروع يهز العاصمة الفرنسية باريس كلام ده لسه نازل من ستة وخمسين سانية انفجار لسه حاصل تقريبا من نص ساعة هز انفجار ضخم أرجاء العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر الأربعاء واحد وعشرين ستة الفين تلاتة وعشرين تلاح حريق كبير في أحد المباني القريبة من مستشفى فالدو جريس الانفجار وقع بالتحديد في 289 شارع سان جاك في الدائرة الخامسة باريس حوالي الساعة خمسة مساء بتوقيت فرنسا وعلى الفور توجه العديد من رجال الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث فيما لا نعرف حتى الآن مصدر هذا التفجير وتظهر مقاطع فيديو للناس الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي أضرارا بالغة الخطورة وانهيار أحد المباني بص المنظر يا جماعة الانفجار ده صورة حية من اللي بيحصل دلوقتي في باريس انفجار شديد جدا جدا فوق ما تتخيله هو مكتوب هو بالفرنساة وعلى قد ما فهمت انفجار ضخم في باريس وده فيديو بيبضح الانفجار وأيضا الدنيا مقلوبة فيه ناس بتقول ان انفجار اللي حصل النهاردة ده ممكن يكون سببه انفجار في مواسير الغاز هو لتسبب في الموضوع لسه ما فيش اي تقارير هل ده ناتج عن عمل ارهابي ولا زم ما بيقولوا مواسير الغاز انفجرت فقدت الهذا الانفجار لسه أول لسه ما نعرفش عدد المصابين ولا حتى عدد القتلة لكن اول حاجة لسه نزل دلوقتي عن موضوع الانفجار نفسه الخبر التاني اللي معانا برضه من الاخبار المهمة النهاردة موضوع التصعيد الفلسطيني الاسرائيلي والدنيا المتبهدلة قتيل فلسطيني فيه هجوم الجيش الاسرائيلي ومستوطنين على ترم سعي أتمنى بقول اسمه صحي آخر التحديث كان قبل ساعتين هو عاجل تحته فريق الانقاذ بتتدخل بحثا عن عالقين دخل أحد المباني المتضررة في باريس شرطة باريس إصابة أربع أشخاص على الأقل من جراء انفجار الغاز بالدائرة الخامسة في العاصمة وفريق الانقاذ تتدخل بحثا عن عالقين داخل أحد المباني المتضررة في باريس ولغاية دلوقتي مش عارفين الموضوع هيوصل لفين أول ما تنزل أي أخبار وإحنا مع بعض كده هقولها لكم على طول تعال نشوف اللي بيحصل فيه فلسطين دلوقتي وأراضي فلسطين المحتلة اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين من جهة وسكان بلدة اسمها ترمسعيا شرق رمالة من جهة أخرى النهاردة الأربع كلام ده النهاردة مش المواجهات اللي حصلت مبارح وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن كاتبين في الخبر مقتل فلسطيني ولكن أنا بالنسبة لي استشهاد فلسطيني بعد إصابته بالرصاصة في الصدر فضلا عن إصابة ثلاثة آخرين بالرصاص الحي أفاد مرسل سكاي نيوز عربية أن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين مسلحين يطلقونا النار باتجاه سكان البلدة الفلسطينية بعد أن هاجموها وأحرقوا عشرات المنازل والمركبات بها يعني العربيات بتاعت الناس والمحلات والأراضي نزلوا حرق فيها واللي بيواجههم بضربوا بالرصاص وأكد مرسلنا وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين من سكان ترمسعيا موضحا أن هناك استنفار شعبي في البلدة للتصدي لهجمات المستوطنين وأيضا قال عود أبو سمرة من البلدة نفسها لفرانس بريس أنه في ساعات الظاهرة هاجم حوالي 200 مستوطن أو 200 إسرائيلي البلد وحرقوا المحاصيل في الأرض لا تحصى وحرقوا وكسروا أكثر من 20 بيت وحرقوا عشرات العربيات وأضاف أطلق المستوطنون علينا عيارات نارية وعندما حضرت الشرطة والجيش الإسرائيلي أطلقوا هم كمان علينا الرصاص المطاطي والغاز المسائل الدموع يعني جايين كمان كدعم لليهود والإسرائيليين والإسرائيليين مش جايين يفضوا للاشتباك ولا حاجة لأنه الجايين بيحموهم وهم بيدربوا وتابع وقال لدينا 15 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي وعشرات الإصابات بالاختناق مشهيرا إلى أن مواجهات جرت في البلدة مع الجيش الذي يحرس المستوطنين وكل ده بعد مقتل أربع إسرائيليين وإصابة أربع آخرين إصابة أحدهم خطيرة في هجوم مسلح حصل مبارح أربع مستوطنة بين مدينة رامالة ونبلس وقال الجيش الإسرائيلي تم إطلاق النار والقضاء على المهاجمين وجاء برضو ده بعد ما هم هجموا نبلس قبلها بيوم وتم استشهاد ستة من الفلسطينيين غير الإصابات بنا يسطر على الناس اللي ضرب جديد جدا عليهم جماعة الفلسطينيين دلوقتي في حالة صعبة جدا وحاليا أن الرئيس الفلسطيني وزير الخارجية بيحاولوا بقدر الإمكان يعملوا أي حاجة من حيث أن هم بيكلموا مجرس الأمن الدولي والأمم المتحدة وحتى أمريكا أنها يعملوا على التهدئة في اللي حصل ولكن للأسف تلع بيان من وزارة الخارجية الأمريكية بتندد عن ما حدث للأربع الإسرائيليين إحنا أنتوا زعلانين على دول طب ما فيه ستة ماتوا من الناحية التانية أو استشهدوا ده غير اتنين وراهم واحد مبارح وواحد بعد الموضوع ده فمفروض أن أنتوا تخشوا تهدوا الموضوع لكن ده كده واضح جدا السياسة بتاعتهم الخبر اللي بعد كده على موقع الشروق برضو في عملية طعن حصلت النهاردة في مستشفى في لندن جريحان في عملية طعن بمستشفى شمال غرب لندن من الأخبار برضو المنتشرة والترند بره في بريطانيا خبر زي ما أنتوا شايفين لسه نازل برضو من شوية أفادت وسائل إعلام بريطانية مساء اليوم الأربعاء بوقوع حادث طعن في مستشفى ميدلسكس المركزي في شمال غرب العاصمة لندن وقالت خدمة الإسعاف في لندن أن الحادث أصفر عن إصابة شخصين لافتة إلى علاجهما في مكان الحادث وذلك بحسب ما نشروا موقع بي بي سي وبتتعامل الشرطة البريطانية مع الحادث الأمني وأعلنت اعتقالها للمسؤول عن عملية الطعن في المستشفى وذكرت هيئة الخدمات الصحية أن HS Trust التابعة لجامعة لندن نورث وست اللي بتدير المستشفى أنها لا تزال تحاول الوقوف على التفاصيل الكاملة مش حارفين الراجل ليه عمل كده يعني بس قطر خيره على قلط عنهم في المستشفى عشان يلاقوا علاج بسرعة طبعا دهزار يعني فلسه محدش عارف الموضوع انتهى على إيه أو إيه سببه الخبر اللي بعد كده برضو على موقع سكاي نيوز في تونس النهاردة قتلان وتلاتين مصاب في حادث انقلاب كتار فالدنيا مقالوبة في تونس على هذا الموضوع وفيه تاني خبر تونسي الحقيقة أحزنني أحزنني بطريقة رهيبة هتشوفوه نشوفوه مع بعض بس خليني الأول نشوف حادثة الأطر ذكرت الإزاعة التونسية الأربعاء أن شخصين لقي حتفهما وأصيب تلاتين آخرون جراء حادث انقلاب كتار بين كابس وتونس العاصمة وأوضحت الإزاعة التونسية أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء السلساء وأن القتلين هم سائق الكتار ومساعده وفيه تقارير تاني يقولون سواء الكتار واحد من المسافرين وفقا لتقارير أولية أكدها مسؤول طبي ووقع الحادث بعيد منتصف الليل أو بعد منتصف الليل عندما انقلب كتار كان يكون برحلة بين تونس العاصمة وقابس في جنوب البلاد عند دخوله مدينة مساكن على بعد حوالي 150 كيلو من العاصمة وقالت الشركة الوطنية لسكك الحديد التونسية أن حادث انقلاب بالكاترة وجنوح ثلاث عربيات للقطار الليل المتجه من تونس نحو كابس بمدخل محطة مساكن أصفر عن وفاة سائق الكتار ومسافر وإصابة 34 مسافر تم نقلهم على جناح السرعة للمستشفات اتمكن 28 منهم من مغادرة المستشفى بعد تلقي العناية اللازمة أما الستة الآخرون فلا يزالون يخضعون لفحوصات إضافية لكن وضعهم لا يثير قلق وفق المصدر نفسه وحاليا فتحوا تحقيق لمعرفة ملبسات الحادث وأسباب وتحديد المسئوليات تبعا أما بالخبر اللي أحزني وكان فاجعة أليمة برضو في تونس النهاردة واحد صياد تونسي بيلقي شباكه في البحر فما تتخيلوش لا إيه في الشبك كان فاجعة أليمة خبر صعب جدا لا تتخيلوه يراه المهاجرون أفارقة على عبور البحر المتوسط نحو أوروبا أملا في حياة أفضل لكن كثيرين ينتهي بهم المطاف غرقا في مصير مأسوي ومن صور تلك المأساة النصيات في تونس النهاردة رمى شباكه في مياه البحر فإز به ينتشي الجسس لمهاجرين غرقوا عوض السمك هل دول اللي ماتوا في حدسة المركب بتاع اليونان ولا لا الله أعلم بس الراجل يعني برمي الشبكة بدل ما يستطى السمك استطى بن قدمين ميتين حاجة صعبة ولا مش واحد ولا اتنين لا ده لا حوالي 15 واحد ويقول الصياد أسامة دبيبي البالغ 30 سنة إنه صار يستطى في الساحل الشركي البلاد وهو لا يعرف ما سيعلق في الشباك ونقلت بيبي سي عن الصياد إنه عثر مؤخرا على جسس 15 مهاجر 15 في شباك الصيد بالمياه القريبة من مدينة صفاكس خلال 3 أيام لا 15 جسة خلال 3 أيام أنا أعتقد إنه دول من المركب اللي غرقت في اليونان والأدهى من ذلك إن الصياد شوفوا بقى ده قطع قلبي وجد جسة لرضيع صغير فلم يتمالج دموعه وأجهش بالبكاء أمام هول مرأة والراجل ده برضو فتش سر مهم جدا ويضيف أسامة إنه بيصطاد في هذه الأيام أو في هذه المياه منذ كان في العاشرة من عمره لكن لم يكن يشهد على مقاسب هذا القدر من الفضاعة وتابع إن عدد من زملاء الصيادين باعوا كواربهم للمهربين عشان يستخدموها في نقل مهاجرين سريين حتى إنهم بيعرضوا عليهم مبالغ جمدة جدا في مقابل إنهم يبيعوا لهم المراكب دي وقال الصياد ده إنه رفض كتير جدا أكتر من عرض إنه يبيع المركب بتاعه لإنه كان خايف إن المركب بتاعه ده يغرق عليه حد أو يغرق عليه ناس وساعتها مش هيسامح نفسه أبدا حاجة صعبة جدا الموضوع ما يتساكتش عليه الموضوع مش بس فيه مهاجرين من الأفارقة لا ده فيه عرب يا جماعة فيه مصريين وفيه سوريين وفيه عراقيين وفيه من كل حتة بس ما يهمش البناء آدم أصله إيه اسمه بناء آدم مات في البحر رايح علشان نقمة العيش ويشوف حياة أحسن ما تهناش يعني دفع فلوس ودفع دم قلبه عشان يعرف يطلع الرحلة دي ومات فيها في البحر يعني الله يرحمهم بأمانة ويشبر أهليهم الخبر اللي معنا برضو بعد كده برضو قريب من المأساة مأساة تانية غير مركب اليونان في مركب تانية غرقة ما بين الحدود الأسبانية المغربية على السواحل رويترز عن منظمة أغاسة بتقول تسعة وتلاتين شخص لقو حتفهم قبالة سواحل المغرب وأسبانيا بعد غرق زوركم واللي تنقص خمسة وتلاتين واللي مات تسعة وتلاتين أعداد بالعشرات بتموت كل يوم على الهجرة المنيلة دي كمان فيه خبر آخر على موقع سكاي نيوز عن ترامب يصف منافسه الرئاسي أو الرئيسي بالخائن ويشرح السبب طبعا كلنا عارفين سوان يا جماعة مصادر عجلة دلوقتي عن اللي حصل في فرنسا إصابة ستاشر شخص منهم سبعة حالات حرجة في انفجار الغاز في الدائرة الخامسة في العاصمة زي ما انتوا شايفين أهو لسه الخبر نازل في العاجل ستاشر شخص إصابات منهم سبعة في حالة خطرة أو في حالة حرجة بسبب انفجار الغاز اللي حصل دلوقتي حالا في باريس نكمل الخبر ونشوف موضوع الانتخابات الرئاسية في أمريكا هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاكم ولاد فلوريدا رون دي سانتس منافسه الجمهور الرئيسي في ترشيح الحزب للرئاسة لعام 24 بسبب ما وصفه بعدم الولاء لانه من الآخر كده بيقول ان الراجل اللي طالع قدامي ده انا حربت علشان هو يكون حاكم فلوريدا وكنت واقف معاه وفي الآخر جاي دلوقتي واقف ضدي في الانتخابات فعشان كده بيوصفه بالخاين والراجل ده اصلا من اكتر حاجة يعني مسكها في ان هو طالع بيقولك انا بترشح علشان لازم ان البلد محتاجة الواحد صغير في السن يعني بيعيب على ترامب وبيدن من الآخر ان هم مكبر في السن وعمرهم عدة السبعين ودخلين على التمانين كمان فده موضوع برضو حصل النهاردة وفي خبر تاني بعد رحلة بلينكين بايدن ياصف الرئيس الصيني بلقب موسيق الراجل ولا يعني مفروض ما يتكلمش عن رئيس زي ده بالكلمة اللي هيقولها دي لان ده ممكن توقع في مشاكل او توقع البلدين في حرب احنا مش عايزينها الخبر زمانتو شايفين اهو وصف الرئيس الامريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينج بانه ديكتاتور ومش كده وبس وصف بانه مش دريان يا ريت كده قال انه شي شعر بالحرج الشديد عندما اسقط منطاط صيني فوق الولايات المتحدة هذا العين وقال لها بايدن بهذه التصريحات بعد اللقاء وزير الخارجية الامريكي برئيس الصين في زيارة استهدافت تخفيف التوتر بين البلدين وقال بايدن في حفل الجامع تبرعات في كاليفورنيا عشان الانتخابات يعني السبب اللي خلى الرئيس الصيني منزعج للغاية احنا لما وقعنا له المنطاط باللي عليه من معدات تجسس هو ما كانش عارف ان المنطاط ده عندنا او موجود في امريكا يعني كده معناه بيوصفه على فكرة ان هو مغفل مش عارف حاجة وده مصدر احراج كبير للدكتوريين ده تاني اشتيمة هي ان هما مش عارفين ايه اللي بيحصل لم يكن من المفترض ان يذهب هذا المنطاط الى هناك لقد خرج عن المصار ده يعني وزير الخارجية بيحاول يصلح العلاقات هو بيروح ينيلها من ناحية تانية او مش هميمهم امريكا بتعمل لها عايزة ومش هميمها حاجة لكن سدون هيجي لها يوم وهتقع فيه لان وارا فيه لازم يقع في كل ظالم مهما قعد في جبروته بيبقى فيه يوم بيقع فيه وتقع عراسه اللي موجودة حاليا على الساحة واهم ما يحدث الآن شكرا لحضراتكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويا ريت لو فيه حد من اخواتنا العرب في فرنسا وخصوصا في باريس يطمننا عليهم وعلي بيحصل هناك وانقل لنا اخر الاخبار واخر المعلومات عندهم علشان بيكون اول باول حوالين الحادث ده وان شاء الله هنتكلم عنه بعد نزول تفاصيل اكتر شكرا اشوفكم بخير ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وعلي تنعمل لايك وشال للفيديو عشان يوصلكم كل جديد